السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبدالرازق استشاري أمراض موادية وجهاز عضمي وكبد أتشرف بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن رائحة الفم الكريهة طبعا هذا موضوع يسبب إحراج لبعض الأشخاص وخصوصا يعمل نوع من أنواع المشاكل الاجتماعية والنفسية في نفس الوقت بالنسبة لرائحة الفم الكريهة تختلف على أن الإنسان يشعر بأن طعم الأكل متغير في فمه أو مر قليلا وهذا التزوق لكن أنا أتكلم الآن عن رائحة الفم الكريهة الشخص نفسه يبقى متعود على رائحة الفم وليس يمكن أن يعرف إذا كان رائحة الفم كريهة أو لا لكن يمكن أن يقول زوجته أو صديقه بالنسبة لأهم هذه الأسباب هناك أسباب مؤقتة مثل شخص أكل أكلة معينة أدت إلى تغير في رائحة الفم هذه أسباب مؤقتة هناك أسباب مزمنة وهذه التي سنفتح الموضوع اليوم سنتكلم بها من أهم الأسباب أن يكون المشكلة نفسها أو السبب في الفم نفسه وهذا الفم يشمل الأسنان واللسة وهذا سنفتح الموضوع بها أيضا ونتكلم عليها بالتفصيل لكن هناك أسباب أخرى غير الفم وهذا تشكل حوالي 10% من الأسباب لكن أسباب التي تشمل الفم حوالي 90% من الأسباب بالنسبة لأسباب الفم سوء نظافة الأسنان وجفاف الفم وأمراض اللسة والتهابات الفم وهذا من ضمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة الأسباب الغير فموية هي التهابات الجهاز التنفسي الشخص الذي لديه التهابات في الرئة أو الناس التي لديها التهابات في الجيوب الأنفية أو الناس التي لديها التهاب في اللوزتين أو مشاكل في الجهاز العظمي مثل ارتجاع المريء والتهاب المعدة وكل هذه الأسباب ممكن تؤدي إلى مشاكل ورائحة فم الكريهة طبعاً كما قلت لكم من أهم الأسباب هي قلة نظافة الفم وهذا السبب الشائع لظهور رائحة الفم الكريهة من ضمن هذه الأسباب وجود جير على الأسنان وهذا المفروض الذي يشيله طبيب الأسنان لأن البكتيريا تتكون على هذا الجيف أيضاً جيوب اللسة وهذه الأماكن التي تجمع فيها البكتيريا ما بين اللسة وما بين الأسنان أيضاً تسوس الأسنان أيضاً في بعض الأحيان خراج الأسنان هذا يبقى في جزور السنة نفسها أيضاً عندما يكون هناك تركيبات في الأسنان ويحدث نوع من أنواع تراقم البكتيريا ما بين هذه التركيبات وما بين اللسة أيضاً في بعض الأحيان تقويم الأسنان لازم عندما نعمل عمليات تقويم يبقى لازم نهتم بنظافة الأسنان مهم جداً أيضاً بالنسبة لدرس العقل أيضاً في بعض الأحيان درس العقل يظهر مائل قليلاً وبالتالي يحدث نوع من أنواع أن اللسة تغطي على جزء منه وهذا يؤدي إلى تراقم بعض الغذاء أو الفضلات بالطعام والبكتيريا في هذه المناطق لكن من أهم الأسباب هو جفاف الفم نحن نعلم أنه مهم جداً اللعاب لأنه اللعاب يفرز من الغدد اللعابية ويؤدي إلى غسيل مستمر للأسنان وهذا يضيع رائحة الفم الكريهة ويساعد على ترسب الكالسيم والفوسفات على طبقة المينة وهذا يساعد على تقويت المينة بتاع الأسنان وهناك أيضاً أجسام مضادة تساعد على قتل البكتيريا بالنسبة لجفاف الفم هذا يبقى شيء طبيعي بالنسبة للإنسان الذي صاح من النوم الصبح ويبقى فيه شوية جفاف وهذا شيء طبيعي أن تكون رائحة الفم كريهة أن تأتي جفاف الفم المؤقت لأنه خلال فترة الليل يحدث أن اللعاب يبقى ليل بالنسبة للرائحة الكريهة تظهر عندما يكون هناك جفاف في الفم في بعض الأمراض وخصوصاً أبراض المناعة الذاتية يحدث فيها نوع من أنواع الجفاف في الفم وهذا يؤدي إلى رائحة فم كريهة مزمنة أيضاً التهاب اللسة مهم جداً أن نحافظ على اللسة وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات لو حصل نوع من أنواع الإهمال كما قلت لكم بعض الأطعمة تؤدي إلى ظهور بعض الروائح مثل البصل والتوم والتوابل تؤدي إلى رائحة كريهة ولكن هذا شيء مؤقت أيضاً الناس الذين يدخنوا بقسرة وفي إفراط أو يمضغوا التبغي هذا يحدث أيضاً رائحة كريهة نجد من هذا الموضوع كما قلت لكم بالنسبة للبكتيريا التي تتراقم على الأسنان وعلى اللسة مهم جداً أن نهتم بغسيل الأسنان على الأقل مرة أو مرتين في اليوم أيضاً تنظيف اللسان مهم جداً بفرشة الأسنان هناك بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى جفاف مثل الأدوية الضغط أو أدوية الأدوية المسكنة أو الأدوية المدرة للبول هذه ممكن تؤدي إلى جفاف وبالتالي تظهر رائحة الفم الكريهة في بعض الأطفال يتنفسوا من الفم وبالتالي هذا نتيجة اللحمية تبقى متضخمة عندهم فهذا يؤدي إلى الجفاف وبالتالي يؤدي إلى رائحة فم الكريهة ولا ننسى أيضاً أن في بعض الأطفال ممكن جسم غريب يدخل في الأنف ويحدث نوع من الأنواع للتهابات المزمنة وهذا يؤدي أيضاً لرائحة فم الكريهة في بعض الحالات أيضاً يحدث جيوب في البريء أو في البلعوم وهذا يؤدي إلى تكاوم في فضلات الطعام وهذا الجيب طبعاً يؤدي إلى وجود رائحة كريهة الأورام السرطانية لأن الأورام السرطانية هذه الشخص ممكن يحصل له رائحة كريهة من الفم كما قلت لكم ارتجاع المريء وعصر الهض هذه كل الأشياء ممكن تؤدي إلى رائحة فم كريهة لا ننسى أيضاً الناس الذين لديها سكر رائحة الفم تكون كريهة الناس الذين لديها مشاكل في الكبد أو مشاكل في الكلا وبالتالي لازم الدكتور يفحص المريض كويس يقدر يعرف ويميز إذا كان رائحة الفم الكريهة جاي من الجيوب الأنفية أو لأن المريض عنده سكر أو كبد وبالتالي يلجأ لبعض الفحوصات لكي يشخص حالة المريض بالضبط لرائحة الفم تكون كريهة وبالتالي العلاج يعتمد على سبب رائحة الفم الكريهة أنا سوف أعطي الواتس لو هناك أي استفسار 020 010 27 28 4778 أهلا وسهلا بكم أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته